اشتركوا في القناة ووسطه مغفرة وها نحن اولاء اخره عطق من النار المقام يقتضي فينا ومنا ان ندلل على ما يعتق الرقاب من النار بفضل الغفار بطاعات وقربات بحسنات وباقيات صالحات فمع فقه الاعتكاف الاعتكاف ونحن في بداياته يجب ان نعي احكامه وان نحيط بمعالمه لتؤدى هذه الشعيرة على وجهها الصحيح لتكون بفضل الله عند الله مقبولة الاعتكاف بادي ازيبت من اقدم العبادات انظروا الى ارشاد الله تعالى لسيدين ابراهيم واسماعيل عليهم السلام طهرى بيتية اي البيت الحرام بمكة حرصها الله وزاد البيت تشريفا وتعظيم نعم طهرى بيتية للطائفين طائفين حول الكعبة والعاكفين اذا اندل ذلك على ان الاعتكاف من الشعائر القديمة التي اطبقت عليها الشرائع السماوية الاعتكاف المكث في المسجد على صفة مخصوصة للأسف في انحصار السقافة الفقهية في السقافة الاسلامية العامة تداخلت واختلطت الاشياء مع ان الفقه هو المرآة للشريعة الاسلامية والشريعة الاسلامية هي الاحكام العملية من مأمورات ومنهيات ومباحات الاعتكاف المكس يعني الاقامة في المسجد على صفة مخصوصة بادئة زيباد اقل زمن الاعتكاف يوم وليلة ليس من عندي ما اسر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن ازواجه ولا عن اصحابه لاعتكاف في الاسلام اقل من يوم وليلة انقل عن يوم وليلة ليس باعتكاف ولكن يسمى رباط كالذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة يعني انسان صلى المغرب ووجد انه لو ذهب الى البيت قد يشغل او قد يله او قد ينس او قد يكسل قال والله هنروح البيت عملي يعني انا ان شاء الله صليت المغرب وصليت سنة المغرب اذا لامسك المصحف القرآن الشريف لأقرأ آيات او لاردد او رادا او لأقول ادعية او لأقول اذكارا يبا هذا يسمى الرباط عظيم اذا قل عن ذلك يسمى جوار كنا في الازهر الشريف وانا تعلمت في الجامع القديم بفضل الله تعالى على ايد الاكابر رحمهم الله واثابهم كانوا يسموننا المجورين يعني اننا نمكس وقتا لتعلم العلم يبا اذا الاعتكاف اقل يوم وليلة الرباط جزء من الزمن والجوار جزء من الزمن لاننا نلاحظ في هذه الايام ان كثيرا من الناس يعملون اعتكافا بمثابة الكلمات المتقطعة بمعنى يأتي الى المسجد ويقن فيه ساعتين ثلاث يذهب الى الجامعة يذهب الى العمل يذهب الى قضاء مصالحه ثم يعود الى المسجد ثم يخرج من المسجد ثم يعود الى المسجد هذا ليس بالاعتكاف لا الله قال في كتابه العزيز ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فلذلك انبه على مراعاة الفروق بين الاعتكاف وما بين الرباط وما بين الجوار اما من لم تمكنه ظروفه لا يقول ان لا اتمكن الا من ساعة او سلاسا لا اما ان تأتي بالعبادة على وجه الصحيح واما ان لا تؤدي على وجه الصحيح لان هذه شعائر الله نريد ان نحافظ عليها كما نقلت الينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف كما قلنا يا حبائي من اقدم العبادات والانبياء والاولياء والعلماء اعتكفوا لله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتكف ولكن لا بد ان نعرف اعتكاف النبي ليس للنوم وليس للراحة وليس لتناول المطعمات الفاخرة والمشروبات اللذيذة ولا للمسامرة ولا للمحادسة ولا لقيل وقال وليس للعب كما نفعل بالهواتف وبغيرها وبوسائل الاتصالات الاكترونية لا اعتكاف النبي كان لمدارسة القرآن وذكرنا في الحلقات السابق حديث ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اقود الناس وكان اقود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اقود بالخير من الريح المرسلة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارادت ازواجه امهات المؤمنين الطاهرات ان يعتكفنا فضربنا بشبه خيام في المسجد ماذا صنع النبي مع صنيع ازواجه في احتجاز مساحة من المسجد للاعتكاف هذا ما سنتعرف عليه لاحقا فالى هناك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجدة فوجد شبه قبابا من القماش فسأل ما هذا قالوا هذا لأزواجك انهن اردنا الاعتكاف قال انقضوا هذه القباب الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الموازنة بين المصالح والمفاسد يعني بعض الناس يأتون في الاعتكاف يحيلون المساجد الى مطاعم اذا اردت ان تسجد نوى البلح ونتف الشعور وقدم الازفار وبقايا الاطعمة والله هذا لا يلغ بالمساجد ولا بالاعتكاف ابدا وبعض الناس يكتزئ مساحات من المسجد بالملايات والخيم حتى ان المصلين لا يجدون مكانا لأداء الصلاة وبعض السادة المعتكفين ينامون يفردون انفسهم في باحات وساحات والله حتى في المحراب وبجوار المنبر ويضعون ارجولهم واقدامهم تجاه القبلة لا يقيمون وزنا لعالم ولا لخارق ولا لكبير سن اللهم اعدنا الى صيح الاسلام نبي الاسلام امر بنقض ما فعلته ازواجه من عمل قباب من القماش في داخل المسجد ولم يعتكفن الا من بعده شوف الحديث اعتكف النبي رسول واعتكفت ازواجه من بعده ونبه على امور الاعتكاف يكون في المسجد اي مسجد هل في الزوايا لا هل في المصليات لا لابد ان نفرق بين مصلى وما بين مسجد وبين مسجد جامع المسجد الجامع هو محل الاعتكاف ما هو المسجد الجامع قال اهل العلم الذي تؤدى فيه الصلاوات الخمس والخطب يعني خطبة الجمعة والعيدين المسجد الجامع انما نأتي الى زاوية تحت عمارة لو كان الامر بيدي لا رجعت الى الفقه الماليك وقلت لا تصلى الجمع ولا العيدين ولا سائر ما تحتاجه من صلوات الى الخطب كالاستسقاء والخسوف والكسوف وما اشبه الا في المسجد الجامع حفاظا على وحدة المسلمين وعلى ان تأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وباصحابه المكرمين ولكن الامور الان نسأل الله العفو العافية طيب هذا بالنسبة للرجل والمرأة جمهور الفقهاء على ان الاعتكاف للرجال وللنساء لا يكون الا في المساجد لان الله حدد وقيد في صورة البقرة وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ الاعتكاف يعني طبيب يعمل في علاج المرض لأ عمله في المستشفى أفضل من الاعتكاف الذي يسوق القطار يقود الطائرة يقود الباخرة يشتغل في المهن المهمة للمجتمع عمله أفضل من الاعتكاف لأنه يؤدي الواجب والواجب مقدم على المسنون كذلك المرأة بعض النساء هدهن الله إلى الصراط المستقيم تترك أولادها أو صغارها أو تترك الوالدين أو تترك الزوج أو تأتي إلى مسجد لا تتوافر فيه السلامة لعرضها أو لكرامتها أو تأتي لمجرد المسامرة أو لقتل الوقت لا نريد أن نعظم شعائر الله عز وجل هناك واجبات وهناك مندوبات والواجب يقدم على المندوب لا نضيع الواجب بسبب مندوب لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أحب الأعمال إلى الله ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بعد الفراعد بالنوافل فالاعتكاف سن طالب العلم لا يترك العلم للاعتكاف الصانع أو السيء على الرزق أو المجاهد في سبيل الله في نوبة الحراسة سواء في الشرطة أو الجيش الباسل هل يتركون نوبات الحراسة ويأتون إلى المساجد للاعتكاف ويعرضون أمن البلاد في الداخل والخارج للخطر هؤلاء ليس عليهم اعتكاف بل إن ما يقومون به بفضل الله وبمشيئته أفضل من الاعتكاف ينوي الإنسان أنه يعتكف لأن الاعتكاف عبادة والعبادات كما نعلم أحبائي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا ينوي أنه يأتي لمجرد الراحة أو هدن من البيت أو فرارا من كذا وكذا من المشاغل ولكن أنوي أنني سأنقطع لله ولذلك أنبه كيف كان السلف الصالح رجال الله عنهم وارضهم يعتكفون كانوا يمسكون عن فضول الكلام وفضول النظر طرى الواحد منهم ينكب على قراءة ما تيصر من آي القرآن أو يذكر الرحمن أو يصلي ويسلم على سيد الأنام أو ينتصب مصليا لله تعالى أو مستمعا إلى درس علم أو نائما في تفكر واعتبار بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى الغفار لكن ما يحصل الآن من التهريك في المساجد والضحك والغيبة والنميمة وفعل ما لا يليق والاشتغال طعام يأتي وطعام يذهب ونخرج وهذا ينام ساعات طوال المساجد يا سادة ليست بالفنادق وليست بالملاجئ ولكن المساجد الله حدد رسالتها ومن أراد أن يعتكف فليفقه هذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعقال الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار المعتكف يرعي أداب المساجد ليكون ذلك السبيل لمرضاة رب العالمين وماذا عن معالم الاعتكاف الباقية ففي الدقائق التالية المقبلة بإذن ربنا جل وعلا من معالم الاعتكاف بعد النية أن الإنسان طبعا إذا كان في رمضان هو صائم بعض العلماء قال في غير رمضان يستحب له أن يكون صائما وأن يتجنب المعاشرة الجنسية مطلقا سواء بالجماع أو بغير الجماع ما عدا ما لا طاقة له به خارج عن الطاقة البشرية الاحتلام الاحتلام لا يفسد لا الصيام ولا الاعتكاف لكن إذا باشر زوجته أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه وأن يظل المعتكف في داخل المسجد لكن أن يقرأ بعض الأراء البشرية الاكتهادية مش عارف اللهم إن نوات الاعتكاف وإن حبسني كذا مش عارف ورأي يلسق على أبواب المسجد ونجد دخول وخروج خروج ودخول هذا ليس اعتكافا هذا اسم كما قلنا في البداية رباط أو جوار إنما اعتكاف ولذلك أنا أؤكد قال المالكية لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه سلم اعتكف أقل من يوم وليلة فقهاء الحنفية والشافعية والحنبلة قالوا ويستحب للمعتكف ألا يقل اعتكافه عن يوم وليلة خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب جمهور ما عدا الملكية قالوا يستحب من باب الأحوط ويحطاط كما قال الحنفية في مذهبهم يحطاط في العبادات ما لا يحطاط في غيرها يبقى أقل شيء يوم وليلة حيات بعض المجادلين ونحن في زمن الجدال والعياذ بالله يقول نحن نقرأ في بعض الآثار أن سيدنا عمر عليه رضوان الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نذرت في الجاهلية قبل الإسلام أنني أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنزرك الأمر ليس على ظاهره أحبائي وقلنا مرارا إن أزمة الأمة المسلمة في الثقافة الإسلامية أننا نقرأ النصوص دون وعي وأننا نكتزع النصوص ونفصلها عن الصياق وعن السبب وعن المورد وعن الحادثة وعن الدلالة وعن المقصد من هنا شاع الخلط واتلعب بالأعكام الفقهية وإن لله وإن إليه راجعون نحلل مع بعض مقولة الفاروق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا نويت في الجهلية قبل الإسلام أن أعتكف ليلة طبعا الليلة يرد بها من المغرب للفجر في المسجد الحرام أو لو قال يوم يبقى أخلصنا لأن اليوم بيشمل إيه الليل والنهار لكن هو الليلة يا إخوة ويا أخوات قد أفضي بمعلومة جديدة جدا أصحح بها بعض المفاهيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر عليه رضوان الله أوف بنزرك لماذا لمعنى دقيق عميق لا يفطن إليه إلا أرباب الصناعة الثقهية عندنا فيه حديث الإسلام يجب يعني يمحي يعني يمسح ما قبله معروف القصة سيدنا خالد بن وليد لما أسلم رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله يعني أنا كاتلها معكم مواقف والحرب وكذا قال يا خالد الإسلام يجب ما قبله طلاب العلم طلاب الفقه طلاب الشريعة افطنوا إلى هذا المعنى الدقيق العميق الإسلام يجب ما قبله يعني من الشر من المؤاخذة من المحاسبة من السيئة إنما الخير باق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا عمر عليه رضوان الله على جميع الصحابة أوف بنزرك دلالة على أن الإسلام لا يجب الخير ولكن يجب الشر بعض الناس أخذوا أوف بنزرك يعني ليلة يعني ممكن أي جزء من الزمن ونعمل بقى المساجد كلمات متقطعة الأساس صالح والهانم دخلة وده طالح وده داخل وسويقة ولا احنا عارفين اللي بيدي درس ولا اللي بيقرأ ولا اللي بيذكر ولا اللي بيدعي وشغلنا وتشاغلنا ها بالمطعومات والمشروبات والدفري وهتونا الأكل الفلاني والفطار والصحور والحلوة والحادق وأخبار الرياضة وأخبار السياسة وأخبار العالم وأخبار الأحزاب وأخبار مش عارف إيه ما ينفعش أنا بتكلم جد لأن معنى اعتكاف شوفوا حضرة النبي سأصل لما كان لما كان يعتكاف في غر حراء ليه غر حراء ما كان ممكن يجلس جنب السيدة خديقة عليها رضوان الله لا أراد أن ينقطع عن العلائق ينقطع عن العلائق عن الزوجة عن الأولاد عن مشاغل الدنيا ليكون لله المعنى المأخوذ من صورة المتزمل وتبتل إليه تبتيلة لكن بالله عليك أخبرني وعد في الاعتكاف في المسجد والهاتف في المحمول والنت والطيوب وعمال يتنقل ما بين القنوات وما بين الموجات وما بين الإزاعات وما بين الأخبار وبيحل كلمات متخطعة في الصحف وعمال يقرى في مجلات يؤسفني أن أقول لك ليس لك من اعتكافك إلا الرقاد ليس لك من اعتكافك إلا الرقاد لأن فقح ومقاصر الاعتكاف أنك تنخلع عن هذه الدنيا عن الدوامة عن الغيبوبة عن المشاغل لتكون في معية الله كما قلنا قارئا للقرآن قارئا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستمعا لعلم مكثرا لنوافل من صلوات هذا هو فقح الاعتكاف ومقاصد الاعتكاف بعض الناس يقول لك يعني أرينا أن ممكن إنسان يقطع النية ويخرج يخرج يروح فين يعني خارج المسجد قلت لك بطل الاعتكاف أنا وقاف عند النص الشرعي الشرعي فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرفوا الحق بالرجال ده كان يا مكان إنما الآن نحن في زمن للأسف للأسف أصبح الحق يعرف بالرجال هزف حزب هزف طريق هزف في فرأة هزف جماعة هزف تيار فأصبحنا نعرف الحق عن طريق الرجال لا الحق إما عن طريق النص الشرعي وعن طريق العلماء الراسخين دون قداسة لأحد لأن القداسة لله عز وجل فمن هنا أنا أنبه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان معتكفا في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا زيارته وأفر علينا من بركات الإمام النووي أنا أشوخك لمسجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجموع مصنفه الماتع اعلم أن الأمة أجمعت على أن أطهر وأنفس بقعة في الأرض هي التي تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا ابن عمر ليه ابن عمر قالوا راجل قال يا ابن عمر اصلحني على زوجي قال حبا وكراما فأخذ بنا عليها أكرمكم الله فقال له المعتكفون إلى أين يا ابن عمر قال له اصلح هذا على زوجي قال إذن بطل اعتكافك قال سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه فقضاها خير له من أن يعتكف في مسجد هذا ستين عاما ويبقى الاعتكاف معلم من معالم الإسلام لا يزول ولا يحول ما بقى الليل والنهار والشمس والقمر فاللهم ارزخنا نور العلم وبصيرة الفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه